موسيقى النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع امنية المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت منصة أبواب التعليمية المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مجمع الملك الحسين للأعمال متابعين الكرام في الأردن أسعد الله وأوقاتكم بكل الخير إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم والتي نبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية التي تقريبا تشير إلى خلو سماء المملكة والمنطقة الشرقية للبحر الأبو المتوسط تقريبا كامل هذه المناطق خالية من تواجد أي صحب وغيوم وإن ظهرت بعض الصحب والغيوم المتوسطة والعالية هي من النوع غير الممطر يتوقع استمار ذلك خلال اليومين القادمين بسبب عدم تواجد أي صحب وغيوم في المناطق القريبة من بلاد الشام وشرقي البحر الأبيض المتوسط توقعات نماذج جوية لحركة الكتل الهوائية نلاحظ أنه باللون الأخضر هي درجات حرارة منخفضة والباردة فهذه الخريطة لنهار اليوم السبت كما نلاحظ سيطرة الأجواء الباردة وشديدة البرودة في أغلب المناطق الشرقية للبحر الأبيض المتوسط بما فيها المملكة ولكن اعتبارا من يوم غدا الأحد يتوقع أن تبدأ هذه الكتلة الهوائية الباردة بلإن انسحاب التدريجي نحو الشمال مع تضفق طيارات هوائية أكثر اعتدان أو ذات درجات حرارة يمكن القول حول المعدلات المعتادة لمثل هذا الوقت العام قادمة من المناطق الجنوبية من المملكة ويستمر هذا الانسحاب للهواء البارد يوم الاثنين ويستمر تضفق هذا الهواء الذي يعتبر ذات درجات حرارة حول المعدلات بمشيئة الله تعالى كما هو تتوقف الرياح الجنوبية الشرقية المسببة بالشعور بالأجواء قارصة البرودة خلال اليومين القادمين وتتحسن الشعور بالبرد وتتراجع هذه الكتلة الهوائية الباردة نحو الشمال مبتعدة عن المملكة توقعات الأحوال الجوية هذه الليلة في العاصمة الأردنية تبقى الأجواء هذه الليلة شديدة البرودة فالانسحاب للهواء البارد سيبدأ من غدا هذه الليلة يكون تقص باردا جدا ودرجة حرارة صغرى ثلاث درجات مئوية تقترب من الصفر المئوي في العديد من المناطق بشكل يسمح بتشكل الجليد والإنجماد في ساعات الليلة المتأخرة والصباح الباكر كما يكون الشعور بالبرودة منخفضا للغاية تصل درجة حرارة ملموسة لدرجة مئوية واحدة تحت الصفر بالنسبة لتوقعات الأحوال الجوية خلال الثلاثة أيام القادمة في توقع الارتفاع تدريجي على درجات حرارة تصبح حول معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام فتكون 12 إلى 4 درجات مئوية يوم الأحد 13 إلى 4 درجات مئوية يوم الأثنين وتصل إلى 13 إلى 7 درجات مئوية يوم الثلاثة مع تحسن في درجات الحرارة في ساعات الليل وتصبح طبعا تبقى منخفضة لكنها لا تصبح حول الصفر المئوي دعونا الآن نتعرف على درجات الحرارة العظمى المتوقعة يوم الأحد والصغرى لدرجة الأحد على الأثنين في مدن ومحافظات المملكة والتي سنبدأها شمالا من مدينة إربيد توقع من سجد درجة الحرارة العظمى الأحد 14 والصغرى درجتين مئويتين جراش 12 إلى 5 عجون 12 إلى 4 وفي المفرق من 13 إلى درجتين مئويتين المناطق الوسطى في العاصمة عمان 12 أربعة مأدبة 14-2 الصلطة 12-5 الزرقاء 13-2 وفي البحر الميت من 21 درجة مئوية في ساعات النهار وتنخفض الصغرى إلى 10 درجات مئوية جنوبا في الكرك 15-4 الطفيلة 14 أربعة معان 17-3 في جبال الشراء من 12 إلى 2 وفي خليج العقبة ترتفع العظمى إلى 21 درجة مئوية في ساعات النهار وتنخفض الصغرى إلى 14 درجة مئوية شرقا في أرويشت تكون 16 لكن نلاحظ الصغرى في ساعة الليل درجة مئوية واحدة تبقى الأجواء شديدة لبرودة في ساعات الليل ناقص واحد مثلا في ليلة الأحد على الاثنين في الصفاوي لكن العظمى نهارا 16 وفي الأزرق من 15 إلى درجة مئوية واحدة فقط في ساعات الليل إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة تابعونا عبر برنامج جوك للحديث عن النشرة الجوية الأسبوعية لهذا الأسبوع ويمكنكم دائما متابعة كل ما هو جديد عبر متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى تحميلكم تطبيق تقس العرب أو حتى زيارتنا على arabia.com ليصلكم كل ما هو جديد دمتم دائما بخير إلى اللقاء اشتركوا في القناة